فيما يتعلق بموضوع مهم جداً وأرق أهل السودان لفترة طويلة لسنوات منذ الاستقلال وحتى الآن عملية السلام إكمال ملف السلام سواء كان إكمال هذا الملف وهذه نقطة مهمة جداً في جنوب كردفان أو في نيل الأزرق أو في ملف دارفور الآن هناك اتصالات تتيب أو تمت في الحقبة التي سبقت عملية التحول مع مجموعة من حركات قطاع الشمال خاصة في المنطقتين الحركة القطاع الشمال جناح الحلو مجموعة مني وكذلك مجموعة جبريل أو ما يسمى قوة تحرير تجمع قوة تحرير السودان ما الذي تم في هذا الإطار هل لكم اتصالات؟ نعم من فعل لدينا اتصالات يمكن هما نشكرهم أبدو هما حسن النية بمجرد التغيير الحصل ويتصلوا بأعضاء المجلس وأبدو رغبتهم في الانضمام للسلام يمكن غير دليل على ذلك أنه الحلو أعلن في طلاق النار نحن بنشكره على الخطوة دي وبنسمي جهده في حقن دماء بناء السودان كذلك بنشيد بأخواننا كلهم البادر ومعظمون يمكن أمني وجبريل وبقية القوى الموجودة خارج السودان خاصة الموجودين في ليبيا نظر بتخوفوا منهم اللي هما تجمع قوات حرير السودان نعم دي كلهم أبدو استعدادهم لوضع السلاح واستعدادهم للتفاوض واستعدادهم للحضور للسودان يعني مرحب بيهم وبنقول لهم مرحب تعالوا شاركوا مع أخوانكم حتى في الفترة الانتغالية الباب مفتوح لهم ونحن يمكن الآن بدين اتصالات مع الموجودين خارج السودان وإن شاء الله قريب المزألة تلتأم والوطن تتكامل فيه كل العناصر عشان تبنيه إن شاء الله نعم